الموت لخامني الموت لرئيسي هتافات باتت تجهر بها حناجر الإيرانيين في الشوارع مطالبين بإسقاط نظام ولاية الفقيه في إيران الاحتجاجات اندلعت في العشرات من المدن الإيرانية بسبب قرار الحكومة خفض الدعم ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 300% لمجموعة متنوعة من المواد الغذائية في بلد يرزح فيه ما يقرب من نصف سكانه تحت خط الفقر بحسب الأرقام الرسمية اللافت في الأمر أن التظاهرات انطلقت من الاحتجاج على غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد إلى المطالبة بالحرية السياسية وإسقاط النظام القائم وزعمائه الفاسدين بحسب ما نقلت وكالة رويترز وبينما تداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر محتجين يحرقون صور المرشد علي خامنئي في الوقت الذي اقتحم فيه آخرون بعض المتاجر ومراكز التسوق في بعض المدن وأضرموا فيها النيران بعد عمليات نهب واسعة تتواتر الأنباء عن سقوط قتلى وجرح بين المتظاهرين وكذلك عن حملات اعتقال موسع ضد من تصفهم السلطات بالمحرضين ومثيري الشغب في حين تشهد العاصمة طهران انتشارا كثيفا لقوات الأمن وفي مسعاها للسيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد ومنع المتظاهرين من التواصل مع بعضهم البعض أو مشاركة المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لجأت السلطات الإيرانية إلى قطع خدمات الأنترنت حسب ما رصدت منظمة نت بلوكس المعنية بمراقبة حجب الأنترنت عالميا وبحسب مراقبين فإن الشارع الإيراني بات يراكم الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والسياسية كما بات سقف الاحتجاجات يرتفع تدريجيا حتى وصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام الأمر الذي ينذر بانضمام شرائح مجتمعية جديدة إلى الحراك الاحتجاجي ويمهد ربما لثورة شاملة اشتركوا في القناة